السلام عليكم كدرتو مزيان امور هانيان كل شي بخير توحشكم بزاف 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 وخمان غبرتش عليكم كتير كي سبقيتو بعدها الامور هانيان اتمنى الصحيحة تكون مزيانا اتمنى انكم تكونوا كلكم مزيانات وبصحة جيدة والله يرزقنا دائما غير القناعة والله يرزقنا دائما صحة لان الصحة كما كنقولو هي كل شي اليوم ما جيت نشارك معكم واحد الفرحة واحد الكادو الزوين اللي جاني من اوري فلام هو زوين بالنسبة لي انا ربما انتم ما يباليكم ش حاجة عادية ولكن بالنسبة لي انا احسن كادو كادو اللي زوين بزاف ومن غير انه هو الكادو يعني في تشكل ديالو مير كادو في القيمة ديالو اخديت واحد اللي كادو من اوري فلام اللي هو تاج اللي هو ان تخفي اللي زوين بزاف 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 بالنسبة لي انا كما قلت لكم زوين عندي انا انه شنو تعني؟ تعني واحد النجاح اللي حققتو واللي انا راضي عليه واللي فرحانا به بزاف 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 في البريود في المدة ديال خمسة سنين فقط قدرت انني نكون من حداش اللولين او من الخمستاش اللولين في المغرب حيث انني حتلت المركز او المرتبة رقم 11 فهذا الكادو هو هذا تاج تاج ديال الملكات كيف ما كنقول لان احنا مع اوغي فلام كنا ملكات فهذا تاج هذا ديجا حطيته لان انا فرحانا به ربما كما قلت لكم انتم ما يباليكم مجرد تاج مئانا عندي القيمة ديالو لان هالتاج كما قلت لكم خديته لانني ولت من خمستاش اللولين في المغرب نجاح اللي ماشي ساهل ماشي ساهل نهائيا وما كانش ساهل علي بطبيعة الحال وماشي ساهل علي اي شخص ولكن الحمد لله قدرت انني نحققو وقدرت انني نكون باغمي خمستاش اللولين بحيث انني نحتل المركز الحداش واللي هو مكتوب هنا كيف ما كتشوفو اللغة هنا نشوف هنا يا اللغة ماشي ميبان لكم ش تقريبا مع الهنا هاو تقريبا مع الكحولية رقم 11 وحانا هو معني سافيغ درك داخل ان شاء الله هدا لقب من ضمن القاب ديال اوغي فلام اللي ان شاء الله اي وحدة راكت خدم في اوغي فلام ديجا كتعرف شنه هو السافيغ وشنه هي ديامو وشنه هو الالقاب ديال اوغي فلام وشنه من مكافئات بطبيعة الحال اللي كان ناخده على الخدمة ديالنا فاليوما كما قلت لكم كان واحد الكادو كان زوين بزاف انا عجبني بزاف هذا زوين بزاف محطوه يبقى عندي ذكره وهذا ما شا قدش يكون هو الاخير هو الاول ولكن ما قدش يكون هو الاخير لانه دائما في كل سنة قد ناخد واحد باذن الله وانتمنى المرة الماجئة ما يتكونش حداش يكون ان شاء الله شي مرتبة اخرى متقدمة لان انا اخدامي وانني انا كنهضر على نفسي انا اخدامة ولي بغت تخدم معي مرحبا بها وقالت مرحبا بها معانا كانت منata التوفيق للجماعي حنا كنخدمو انا من نهار ليتسجلت في اوغيفلا من اولما وتسجلت في اوغيفلا حسنتها كخدمة لدرجة انني نهار ليتسجلت اكت organizationofLam gmail 31 انا خدمت في هوغيفلا ماشي غيرتسجلت في اوغيفلا خدمت في هوغيفلا والحمد الله قدرت في هاد المدة كمقتلكم في اوغيفلا في 5 سنين نصلق بالزربة و نصلت ل حداش في المغرب التي كمقتلكم انا فرحانة بها بزاف ولي هلا ربم انتم ما تباليكم شعية 웃وا openly بيJa النجاح الكبير بزاف واللي غيري مقدروش انهم يوصلو فهد الى بيريود هذي ف اغيف لم ان نندهاش علاقة بالكليان ولا الكاتالوج ولا ملقيتش كوني تقدي عليا ولا ملقيتش كوني ما عندش نشيري عليا ولا 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 انا في العربية ولا انا ماشي في المدينة باش نقدر نخدم كيني الناس في العربية يخدمون زيان وكيني الناس في المدينة لا يجب أن يخدموش الأمر عنده علاقة بالطموح لا يجب أن يكون علاقة في انتساكنة كيني الناس كما كنت لكم في العروبيات لخدامة ما شاء الله وصلوا نجاحات ليا كبيرة وكيني الناس في المدينة لم يخدموه مدارو حتى شي حاجة فالموقع ما هوش عنده علاقة بالخدمة دي الأغيفلام الموقع يبقى مجرد موقع أنتي كما ساكن هنا كما ساكن هنا بحال بحال غتخدمي في ما كنتي وفي ما كنتي بطبيعة الحال كتتوسلك سلعة ديالك زائد أننا نحن كنخدموه من تليفوناتنا كنخدموه من دارنا يعني كتخدمي من دارك حتى ولداتك ما نتيش عندك خروج دخل ما احترامي بطبيعة الحال جميع الناس ما نحن كنهضروا على الخدمة ديالنا غالغا ما كنش خروج دخل فنحن كنخدموه بدراعنا كنخدموه على راساتنا عندنا أهداف من النهار اللي دخلت الأغيفلام حددت الهدف ديالي ودائماً كنقول أنه دائماً عندنا أهداف كينا القريبة المدى وكينا الأهداف لبعيدة المدى الهدف البعيد المدى هو اللي وصلت لي انا دابا الحمد لله في در 5 سنين والهدف اللي قريب المدى هو اللي كنت غادية عليه خطوة بخطوة بخطوة وستدابة عندي بطبيعة الحال هدف قريب المدى اللي هو إن شاء الله النطخ كلاسمو في طوبكنز وبطبيعة الحال الهدف اللي باعد المدى هو أنني واحد نهار كننتاني تدياً إفريقيا ودياً عالم إن شاء الله لأنه طموحي كبير بزَه كبير 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 بزدد فالحمد لله انا خدمة على رأسي خدمة براعي دائما تجديد في الخدمة خذكم دائما تكونوا متجديدات في الخدمة انا كنا نعذر مع القائدات واهم حاجة في اوغيفلام اهم حاجة ونصيحة لكم الناس المسجلين في اوغيفلام خدموا على القيادة المستقلة في فريق ديالكم باش قدروا تنمو اكتر واكتر واكتر نتمنى ان شاء الله لكم التوفيق احنا كملت لكم هادي خدمة من الدار هذا التليفون اللي شاده انتي نهاره ما طال ايلا عرفت كيفاش تستفدي منه وعرفت كيفاش تستغلير عند الكنز عند الكنز دك تليفون انتي كتشدي تليفون غالي كتشريه مثلا ببعت بستين ولا معت بمياه كينفاق فولي كتوصل حتى المليون اشنو كتديري با دك تليفون تقول يا موظفة ولو موظفة كيني الناس موظفة معنا احنا وختي اختي موظفة وكيني معايا في اوغيفلام عادي ولو تكوني موظفة تكوني ربات بيت كيف ما بغيت تكوني ممكن تخدمي في اوغيفلام فكينما كتلكم لانا احنا خدامين مم ديورنا وخدامين بتليفوناتنا فقط تليفونك كنز ابني يدك ايلا عرفت كيفاش تستغليه غتعرف يتخرجي منه الدهب ماشي غتتخرجي منه غا غا ألف ولا ألفين ولا غتخرجي منه الملايين وبطبعة الحل اوغيفلامرا فيها شيكات وماشي غا دين اخضرنا على هادشي لانا كنتم ماذا يا جاركم عارفينو فكينما كتلكم اللي بغت تخدم من دارها واللي بغت انها تكون عندها طموح واللي بغت تنجح في حياتها واللي بغت تحقق استقلالية ديالها المادية ما تبقاش تحتاجي اللي يعطيك مع احترامي جميع الأزواج والآباء والأمهات ولكن ركي يقولك واحد المثال راه يعيال لي يعطي ما يعيال لي ياخذ قداش غا ديبقى يعطيك هاد الشخص سواء بيكون زوجك ولا الأب ديالك ولا الأم ديالك النهار عم جيبك غا ديعمر غا تقدر يتحقق الاستقلال يا المادية ديالك كنا عندنا تخوف من المستقبل ما كينش واحد إنسان ما تقولش لي لا راه المستقبل ديالي مزيال كنا عندنا تخوف من المستقبل حش ما عارفينوش احنا اليوم في حال غدا نصبحه في حال آخر الله اعلم الحياة هادي فيها بزاف ديال لشان قولوه احنا المشاكل وفيها بزاف من اللي يجيبك عمر تأمنيك تحسي راسك بالأمان تحسي أنه عندك راسك عليش تعتمدي إذا وقع شي حاجة أو مشكلة أو أي حاجة تراتليك جيبك عمر ما تحتاجيش اللي يعطيك فهذا هو اللي زوين وهذا هو اللي يستحق منك أنك تجدهدي ويستحق منك أنك تخدمي على راسك ويستحق منك أنك تتعبي وما تسنيش النجاح غا تيجيك بمنتهى السهولة وانتي غا قل سوا ما تريده نجاح ماشي سهل وفي لفس الوقت هو ماشي صعيد را حتى أنا وصلت لهذا المستوى ماشي أحكر علي يا أنا را أنا وصلت لهذا المستوى وتقدري حتى أنت يا تفصل لهذا المستوى في ظرف أقل مني ممكن الله أعلم كله إنسان ودماغه كله إنسان وعقله كله إنسان وتفكيره وكل شيء الموين كله متوفره ليك وليت سجلت بطبع الحال معنا عم نكون متشرفة بك في الفريق ديالي وغنكون إن شاء الله غنساعدك ببزاف دي الأفكار وغنبسط لك الأمور لأننا هدا هي المهمة ديالنا أننا ما نسعبوش عليكم أننا نبسطو لكم الأمور سهلوها عليكم ومشوا معاكم درجة بدرجة وخطوة بخطوة فكما قلت لكم هو النجاح في أغيفلام ما هوش حكر علية ولا على غيري جميع الناس اللي نجحوا في أغيفلام إلا كنقول دائما إلا كان شخص واحد كينجح في الخدمة دياله أو في أغيفلام بما معنى أن أي واحد ممكن ينجح وهنا أرى تبارك الله شحمل وحدة اللي قدرت أنها تنجح في المسار دياله في أغيفلامك شحمل وحدة اللي ما نجحاش هو دائما كينجح لكم كيبقى عنده علاقة بماذا طموحك وماذا صبرك وماذا أنك كتخدمي عقلك وتكوني بزنس وومن الإنسان اللي كيتحاسب على الريال والإنسان اللي كيبقى بحاضي الصالر دياله تنقول لي أن حدك حد مديرة ما غديش تزيد عليها نهائيا ما نتحاسبش ونكون سخية ونكون عارفة كيفاش نخدم ونكون عارفة كيفاش نجيغي راسي وكيفاش نجيغي الجروب ديالي وكيما قلت لكم إنسان را كل شي كتتعلموه را ما غديش دخلي انتي كتعارفي كل شي راحنا كنعلموه كتنوري وكتنمشي معك خطوة بخطوة لأنني تأنا واحد نهار أنا كنت مستشار جديدة واحد نهار تسجلت في أغيفلام ما عارفت شي حاجة وأنا نقول لكم أنا ما دخلت باش نتقدق ما دخلت باش نبيع ما دخلت باش نخدم علي الفرصة لأنني أنا أصلا ما كنتش عارفة أنا كين فرصة وكين سالع في أغيفلام أنا دخلت غير هكاك وتنكتشف واحد ضومين واحد المجال اللي عجبني بزاف واللي أنا كنستمتع من اللي كنخدم الخدمة ديالي من اللي كنزاول الخدمة ديالي أنا كنستمتع ما كنتحسهاش شي حاجة تقيلة عليا ولي شي حاجة صعيبة عليا فانتمنى ما تكونش طولت عليكم إن شاء الله نشوفكم في الفيديو آخرين بإذن الله الله يوفقنا كامني لكل خير وكما كنقول لكم خليها لكم نصيحة اعتمدوا على نفسكم وما تبقاش كنت سنى واحد الحاجة غادي تجيك من شخص آخر ونبقى حاطة مربعي دي وكنت سنى وإلا أنا ما ازوجت بما معنى فشلت في حياتي وإلا أنا ما ما خدمتش بما معنى أنني لا رسا في رحياتي سالات وحياتي هادي لا إلا ما كنت بقى متزوجتش ماشي مشكل اعتمد على راسك عمر يجيبك استقلي ماديا ونزوج إن شاء الله وقتش مجره مزيان ما نقلش حياتي كاملة كنت نفذك فارس الأحلام اللي غاي يحقق لي حياتي وغاي يحقق لي معتشنو بغايت وبغاي يعطيني الفلوس وذك الأحلام اللي هي يعني شان نقول لكم ليها غير حقيقية ما تبقاوش كتحلموا على أنا والزواج ما نعرف شنو بزمعت الحال الزواج هو يعني شان نقولو إحنا سنة الحياة هو كان نقولو إحنا النص في الدين ولكن ما هوش كل شيء يعني نزوج أو لما نزوج ما كيعنيش هذا لا يعني أنه اللي مزوجة ترى ناجحت و اللي ما مزوجة شره مفاشلة لا انتي الفشل مدى شفشل و النجاح ديالك و متعلق بك انتي ما متعلق بك اش حاجة أخرى ما يمتمنى لكم التسير إن شاء الله كان بغيكم بزاف 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 الله يوفقنا كاملين لكل خير و إن شاء الله نشوفكم في فيديو قادم بإذن الله موسيقى هنا سدقت حلمي وبدأت قالوا عني زمان موم بيضيع وقت لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت ومبارح غير ذلوات هنا قلبي من جوة ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت وديني ثابت من هنا قررت بعد ما فكرت أمشي عزا